أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة وجود اتفاق يمكن القطاع الخاص في مصر والسعودية من تحقيق التكامل وشراكة في سلاسل الإمداد والإنتاج جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء لوزير الصناعة والثروة المعدنية سعودية بندر بن إبراهيم الخريفة بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث بحث سبلة عزيز التعاون والتكامل بين النصر والمملكة في ملف الصناعة